بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الفيديو الجديد متابعي قناة بصمة أمل في هذا الفيديو سوف نتحدث على أهم البنوك الجزائرية التي تقدم خدمة بيع سكن أو شراء سكن بالتقصيد للجزائريين وهذا بصيغة التمويل الإسلامي قبل أن نبدأ الفيديو إخواني إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل ما هو جديد كما قلت إخواني في الفيديو سوف نستعرض لكم أهم ست بنوك يمكنك من خلالها اقتناء أو شراء سكن عن طريق مغرق عقاري أو عن طريق سكن ذو ملكية يمكنك التواصل مع هذه البنوك وستعطيك أكثر تفاصيل عن كيفية الشراء وعن الفوائد وعن الطريقة المثلى والشروط لشراء سكن عن طريق هذه البنوك وأول بنك نبدأ به وهو السندوق الوطني للتوفير والاحتياط هذا البنك يمكنك التقرب منه ولديه شروط من أجل أن تقوم بشراء سكن عن طريق مرق عقاري أو عن طريق سكن بالتمليك من قبل فرد أو شخص ما كذلك هناك البنك الثاني وهو بنك القرض الشعبي هذا البنك كذلك دخل في هذه العملية ويمكنك من خلاله اقتناء وشراء مسكن الذي أنت بصدد أن تقوم بشرائه شرط أن يكون السكن ذو ملكية رسمية كذلك هناك بنك البركة أطلق كذلك عروض من أجل اقتناء السكن إضافة إلى ذلك هناك البنك المركزي الجزائري كذلك قدم هذه العروض من أجل اقتناء سكن وعن طريق السيرفة الإسلامية إضافة إلى ذلك دخل بنك السلام نفس الأمر ويمكنك الآن التقرب من بنك السلام من أجل اقتناء سكن من طرف مرق عقاري أو من طرف سكن ملكية من قبل مواطن ما وهناك بنك التنمية المحلية كذلك قام بمنح هذه الميزة في اقتناء سكن للمواطنين هناك شروط لكل بنك عن كيفية اقتناء سكن وتتراوح المبالغة المالية بين كل بنك وبنك إن شاء الله في فيديو قادم سأقوم بشرح عن كيفية اقتناء سكن لكل بنك على حدة وهم حاليا ست بنك سأقدم لكم شرح بالتفصيل لكيفية اقتناء سكن عن طريق كل بنك وأهم الشروط التي يحتاجها هذا البنك في الأخير إخواني إذا أردت أن يصلك كل جديد عن فيديوهاتنا فلا تنسى أن تشترك في القناة حتى تصلك كل جديد تابعونا إلى اللقاء